عشان الكلام لا يلتف حول عنقه يعني ما يبقاش الكلام غلط انا في تقديري في الفترة دية المعارضة المصرية هو كل كيان وكل انسان مش ناوي يرشح الرئيس عم فتح السيسي هو معارض لترشيح الرئيس عم فتح السيسي فعشان بس ايه ما نبقاش منتكلم على كيانات ومية دي المعارضة ده تقديري ان هي دي المعارضة القرار ده جيز ازاي انه في احمد التنطاوي وفي الاستاذ فريد زهران قرر يرشح نفسه وفي الاستاذة جميلة اسماعيل حزب الدستور المصري قررت ترشح نفسها فبقى فيه تلاتة فواضح جدا ان هناك قرار من المعارضة او كيانات المعارضة انه مسحنوها فرحد ترجمة نانسي قنقر